اشتركوا في القناة ويلاحظ انه يخرج علينا مجموعة من الباحثين ويتكلم عن ان المهدي سيظهر طبعا اقصد من هذا الكلام اقتراب شهر رمضان اقتراب شهر رمضان ولسه هنسمع وهنسمع اكثر فاكثر كلما اقترب رمضان هتلاقي عنوين للحلقات بتتكلم ان المهدي سيظهر في شهر رمضان فتعالوا نتكلم ببحث علمي ولا نتكلم بالاماني الامنيات الجميع يتمنى والله في القرآن يقول ليس بامانيكم يعني ليس بالامنيات الامور لا تتحقق بالامنيات بل بالادلة الشرعية التي نحاول ان نسقطها على ارض الواقع هل سيظهر الامام المهدي في شهر رمضان هل في امكانية ان يظهر الامام المهدي في هذا الشهر بعيد عن خطر وخطأ التوقيت ان انت برضو بتقع من غير ما تقصد في فخ التوقيت وتحدد ايام وتحدد شهور بعينها كل ما تحصل مناسبة نيجي في شهر محرم نقول المهدي هيظهر في محرم سيظهر في شهر صفر سيظهر كل ما انت ايها المؤقت يلي بتحط توقيتات كل ما انت بتحط توقيتات لا سيما لو انت ليك متابعين لو انت عندك مصداقية عند كثير من الناس وتخلف ييجي سفر وما يحصلش حاجة ويجي محرم لا يحدث شيء وتفقد روايدا روايدا المصداقية والناس كلها يحصل لها نوع من انواع الشك ومنلاقي تعليقات كثيرة كل شوية تقوله هيظهر المهدي ولا يظهر الحكاية ليه لان انت للأسف بتوع في خطأ التوقيت في البداية لكي نجاوب على هذا السؤال هل سيظهر المهدي في شهر رمضان لازم نميز ما بين مقدمات الظهور وما بين العلامة الكبرى اللي هي تؤكد لنا ان الرجل الذي يطلب منه البيعة بين الركن والمقام هو الامام المهدي ألا وهي العلامة جيش الخسف يخرج جيش لرجل يبايع او يطلب منه البيعة بتعبير ادق ما بين الركن والمقام ويبايع كارها فيخرج له جيش لا يصل هذا الجيش الى المهدي بل يخسف به في البيداء هي دية العلامة اللي تأكد لنا ان هذا الرجل هو الامام المهدي وبالمناسبة من ادرك هذه الاحداث كان فرضا عليه ان يبايع الامام المهدي العلامة الكبرى خسف بالبيدة فيه بقى حاجة اسمها مقدمات ظهور الامام المهدي هل سيظهر المهدي في شهر رمضان القادم الاجابة لا هل هذه الاجابة اجابة ظنية ولا اجابة تعتمد على استقراء للأدلة الشرعية اجابة تعتمد على استقراء وتتبع مقدمات الظهور لا يستطيع احد وانتبه لهذه الجملة حط الجملة دي وانسى بقى كل الكلام اللي بتسمعه في كل القنوات اللي بتتكلم في اليوتيوب حط الجملة دي جملة مفصلية حاسمة لن يستطيع او لا يستطيع احد ان يتكلم عن ظهور او عن المقدمات ظهور الامام المهدي الا بعد موت خليفة طيب هل مات الخليفة اللي احنا بنظنه انه هو الملك سلمان الاجابة الى الان لم يمت مش عايزين نخش بقى في تفاصيل ده بيخفو خبر وفاته الله اعلم احنا لنا بالظاهر ظاهر الامر ان الرجل لا يزال على قيد الحياة حي يرزق اذا كل الاحداث تتجمد الى اشعار اخر الى حين موت خليفة ليه بقى لان انت عشان يحدث موت خليفة وبعد كده هوت يحدث اقتتال والروايات في مجموعها تدل ان الاقتتال مش هيبقى طويل المدة مش هياخد سنين وفي نفس الوقت مش هياخد ايام لازم تحصل احداث والاحداث دي الوقت لا يتسع لان تحدث من هنا لشهر رمضان الوقت لا يتسع لان يحدث او ان تحدث هذه الاحداث فيظهر الامام المهدي موت الملك بعد كده هوت مبايعة ولي العهد بعد كده هوت حالة من حالات الاضطراب رفض لهذه البيعة بعد كده تنازع القبائل بعد كده طبعا احداث كلها احداث كثيرة ومتعددة صعب جدا ان هي تحصل في اقل من شهر ونص اللي هو يفصلنا عن شهر الرمضان فالناس اللي بتتكلم وبتقول ان المهدي سيظهر في رمضان كلامكم غلط ومش مبني على اي ادلة شرعية ولا كلام علمي تماما بل هو عبارة عن ان انتو بتمنوا الناس على غير ايه على غير دليل من غير دليل ومن غير استقراء للواقع احنا كلنا نتمنى ان يظهر المهدي النهاردة قبل بقرة ولكن هل الامر بالامان بالامنيات ولا الامر باستقراء واسقاط الادلة الشرعية على ارض الواقع انت عندك حاجة اسمها تنازع القبائل تنازع القبائل زهاب ملك السنين والدخول في ملك الشهور والليالي ركز بقى دقة الرواية بتتكلم عن ايه بتتكلم عن ملك الشهور ما بيتكلمش يقولك شهر لا الشهور يعني ايه الشهور يعني الامر هياخد كذا شهر جمع واضحة هو الكلام واضحة هو ان الموضوع هياخد اكثر من شهر طيب ايه توقعاتك لظهور الامام المالي هيظهر مثلا امتى هيظهر في موسم الحج هيظهر بعد في بداية العام الجديد الهجري الجديد الاجابة الله اعلم هذه غيبيات هذه غيبيات ولكن احنا عندنا مؤشرات بنقيس بها ان الامر قريب قريب ديت مش معناها بكرة ولا النهاردة انا بأكد على المعنى ده علشان في ناس ما زالت لسه بتوقت وما زالت لسه بتضع تواريخ قاعدين بنسمع عن ناس قاعدة بتتكلم عن تواريخ وعن احداث معينة هذا الامر خطأ هذا الامر ليس له صلة بدين الله ولا بكلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عند موت خليفة اللي هو الملك السابع عند موت الملك سلمان ننتظر ونشوف ايه اللي يحصل ولكل حادث حديث في ذلك الوقت اجمالا ايها الاحباب لا تنقروا الى من يقول سيظهر المهدي شهر كذا ايه الدليل ايه دليلك ايه المؤشرات اللي انت بتستدل بها من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام او من الروايات مفيش هي مجرد بس احساس ان هو هيظهر مش بالاحاسيس مش بالاحاسيس ما هكذا تدار الامور يعني حاولت ان القي نظرة سريعة على هذا الامر لانني ارى في هذه الايام كلام كثير جدا عن توقيتات وكلما اقترب رمضان هيخرج علينا او هتخرج علينا قنوات تتكلم عن ظهور الامام المهدي وما تيجي تتناقش معاه تقوله طيب فين الاحداث اللي قبل ظهور الامام المهدي فين موت خليفة فين اقتتال الامراء وتنازع القبائل فين اية الدخان اللي هي غالب الظن ان هي قبل المهدي فين ظهور جبل من ذهب من حصار الفرات كل الاحداث ديت لسه ما حصلتش فلا توقت وتقول سيظهر المهدي في شهر رمضان بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ترجمة نانسي قنقر